فقر استل سيفه وقصم ظهر هذه العجوزة التي تجاوزت الخامس والسبعين والتي تشكو آلام العوز من شدة الفاقة يغطل دمعها مدرارا شكية ضيق حالها فالذي لم يتذوق مرارة الفقر لن يفهم كيف تعز على الفقير نفسه حين تحاصره أعباء الحياة وسط كومة من النفايات والمياه الآسنة تعيش معاقلة تقوى على الحراك إذ لا تكاد تستطيع الحديث فهي مريضة بالربو وارت ابنها الثرى الذي كان يسعى وراء لقمة العيش بعد أن قتل في مدينة بابل تأكله من القمامة أو كسرة خبز يمن عليها به من في قلبه رحمة أنا معادل 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 يا الحبيب يا بعد روحي لا وعادة ليش وعادة شائبة الله وكرا أنا من واحد لواحد ما تبونه ظلت بالحسين داخل بي شهرين بالليل علي يوم بالنار يجون ويلاد يعاونوني كونها حصلت داخل داخل إرتبعاتنا على خبزة كونها يستطيع الحلقة كونها وكل ما كونها ، كل ماكو آتي اشرقني ما إذا أروني جارة يا أما اروني جارة يا درعاب ادق تليل حتى تلل برو وكيف تللت برو وهذا ابنه مغطنه ومخلوق الأخذ وعند أقلب أزمالك ومالك العباس نعم ايه. نا نحن نوضعنا 45 سنة العين. انا اترى الناسي و انا هنا في اولادتي. عظلة كبيرة. انا احتمال بارريتة. أين رحمون عليها? اين رحمون عليها و انا رحمون كبيرة و اأشعروا. وين أولادي وين أولادي وين أولادي وشاهد علي هذا كل ساعة يخذون إلى الطبيب شاهد علي وسلام كل ساعة أخبش بالسيارة واختنقت بخاقوان وشلون بيه رحموني أهل الرحام قطوني شايلوني شوين تودون عنه الجيف هاي والخيسة تقف الكلمات عاجزة ويخذلك الدم عندما ينهمر دون استئذان على عجوز وطفل يغط بالمياه الآسنة كل يوم ويختنق أحد جيرانها يقول أنها تعاني الأمرين ولا سبيل لإنقاذها فالجميع يعانون مثلها شظف العيش والفقر حاجية شغلتها تعبانة مريضة حالتهم تعبانة وكلها تعبانة يعني هساها عود يعني ستيبتها بعينها قاعد لها يجب لك غيرها يعني أظن تشهد والله تشهد يعني أبدا تشهد قال لك يا أبانة والله أردتها إزيقنا مني شوفنا يكون حردنا واحد يشوف العائلة هاي شوف الناس تعبانة شوف الماء عندي شوف البيوت بيوتنا غرقانة الله وكي لك أنا يارها خلف الله على الوادي وفزعتنا خلف الله على الوادي فزعتنا وبنتنا شوف هاي يعرم وان هساها البيوت خلف الله على الهل الرحم والله ولا بالحكومة ولا بالهاي واد يعني خير عندما تتنقل عينك في أرجاء شبه المنزل الذي تقدم فيه هذه العجوز تشعر بالأحباط ويتبادر إلى ذهنك إن الحياة قصيرة جدا أقصر من حسرتنا وعجزنا وقلة حيلتنا التي نشعر بها حيال الآخرين ونحن لا نملك لعذاباتهم سوى البكاء وشعور طفيف بالذنب ومهما يبلغ الفقر بالناس ويثقل عليهم البؤس ويسيء إليهم الضيق فإن في فطرتهم كما يقال شيئا من كرامة فمن يمد يد العون لأم عادل وينتشلها من الكآبة والبؤس والشقاء إنها دعوة لحكومة كربلاء والحكومة المركزية ترجمة نانسي قنقر